بسم الله و السلام على رسول الله السلام عليكم خياتي يا حبيباتي في الله يلا هنخليكم أولا قبل كل شي نخليكم تتمتعوا بهذه المناظر الخلابة كما قدتكم المرة اللي فاتت أراني في بجاية بالضبط عندنا في دشرف واسمها ألمى خطر معروفة بالمياه اللي فيها كترة المياه هكذا كان عناصر فيها دي سوغس جي متجبل جي الصفية ملتم هنا كما كتشوفون أنا في البلد هنا هذا حميس في الفيلم شوي مدروس لازم له لغران بيانسوغ وهذا تمقفولت ولكي يسميه أفورو ينجز بيانسوغ بالبن هذا فورو كنا درنا له شوية لوبية ماشتو شوية زوردية شوية قرعة شوية بطاطا والبصل ويعني قدمة تكون الخضرة قدمة مليح درنا قطعناهم كامل درناهم يفورو وطعم هذا شمختوط طبق تقليدي مية بالمية وهنا ما شوينا هاش طماطيش كنا شوية مزروا بين كانوا عندنا دياف دونك غابيناها طيبناها في الكسرون او في المقلاق هاوليك هاداك الفلفل كشويناه درناه في صاشيتانيلون بشاكدك يجيناسه النقيوة نقيناه بيانسوغ مسحناه بياه من هذيك القشرة دياله ومن بعد درسناه ودرناها ودرناه في هذي كلاسسطومات اللي كنت قدت لكم طيبتها مع سنينة تعتوم سنينة تكون شوية كبيرة تعتوم هاوليك بعد ما فارت هنا هذيك الخضرات طعبت بينسوغ نديرو لها زيت زيتون من بعد كيفور هاداك طعم زيتون نحتوه فوقه هاول الفلفل تاني هاداك او تقريبي يوجد لازم لو بينسوغ زيت زيتون يحب زيت زيتون هادا هاوليك باغروا مقرران واش نقولكم سيتان دياليس مكاش اللي ما يحبش فلفل مدروس ولا الحميس كما يعيطولو في بعض الاماكن بالغروم وافوروا هاداك هاكدك سخون الله الله يقدر ينجز تاني بالبيض ولا بالفلفل حرب كل واحد كيفه حنا جوزناه بالبن واش نقولكم شاهدكم في الجنة ان شاء الله بينسوغ خضرات موسمية الواحدة بروفيتية كل الخضرات وكل شنفور صحي في صحي يعني ما عندك مدخر نقوله منه ريجي منه كلش نعود ونقوله بينسوغ للمناظر طبيعية وش نقولكم جمال سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله هادا يسكونوا بكي لما كانت مجرامان ونمع باريش هذا العشبة داوي بها لبلكم موكي ليديروها في زيت الزيتون من بعد يضعوها على الاماكن لتعلمه تعروغوماتيزم سبحانك يا ربي خلق لكل دائن دواء وكل موجود في الطبيعة فقط نعرف كيف نستغلوها يا الله خياتي ما تنسوش مشاركة الفيديو واللي ما زال ما تشتركتش تشرفنا بدخولها واشتراك معنا نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم في امان الله